اشهدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بالتعاون البناء والشراكة الفاعلة بين وزارة الشؤون وبعثة منظمة الهجرة الدولية في الكويت وما تقدمه البعثة من دورات ومحاضرات لتطوير اداء الجهات ذات الصلة في الوزارة وشددت الوزيرة خلال لقائها برئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية في الكويت التابعة لهيئة الامم المتحدة ايمان عريقات شددت على ضرورة زيادة التعاون بين الوزارة والمنظمة مؤكدة اهتمام دولة الكويت بحقوق العمالة الوافدة ومكافحة الاتجار بالبشر كما اوضحت ان الكويت حققت العديد من الانجازات التي تعكس اهتمامها في هذا المجال مثل اصدار قانون العمل في القطاع الاهلي والعمل على اصدار القوانين المتفقة مع المعايير الدولية في مجالات مكافحة الاتجار بالبشر